اشتركوا في القناة 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 الله يأمركم اشتركوا اشتركوا في القناة اشتركوا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة الى هذه اللحظة اشتركوا في القناة 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 أشجارهم لم تشتا معالاتهم في نهرها كل يسور أرضه فتفرقت قنواتهم كل يسور أرضه فتفرقت قنواتهم وتراجعت أنهارهم من حولها موسيقى فقد السلام أمانه حل الرصاص مكانه والعرف لا يشكى به غير الضمى فقد السلام أمانه حل الرصاص مكانه والعرف لا يشكى به غير الضمى تابلت سهور صغارهم رحلت طيور نهارهم تابلت سهور صغارهم رحلت طيور نهارهم والعرض لا يتم بسوا خلف الصغار والعرض لا يتم بسوا خلف الصغار موسيقى 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 ورعبي دفنته وهي تقول كي يحلو البطار انا ازحت حجارة طبك كان يغصف ما ابي ودمت داك السور كي امن الاخار اهديت جارعبي شباب فل ورحان وقل هني لذيت من ابي من دارنا ووضعت اخر مثلها في بيتنا فإذا صحابتي وريدية من دارنا وانا اخذت جريدة كانت تحرض بيننا وغفظت اشكالا بها للاصدقاء وانا بعت قصيدة ما ضرر عشنا معا في ارضنا ونكبعا هذا الشقا ولسه فنرسم لوحة فيها رجاء عيونا ونداه لا يهوينا أبائنا فلنخاف من احضانكم منو اضرب الحدوبها الاجتماعة مرتان من اجلنا فلتجعلونا الرابية مسكونة بقبورنا امراضة لزهورنا وامانينا أبائنا فلتحفروا بقلوبكم وتحاولوا فنحن سمينا غدا يوم القلوب امراضة لزهورنا امراضة لزهورنا あمرضة لزهورنا امراضة للضرب امراضة لزهورنا خانكم وتحاولوا تحفروا ومراضة لزهورنا خانكم امراضة لزهورك اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة نريد منكم وطنا نحيا فيه لا بلدا ممزقا نموت فيها كلنا يقين انكم تستطيعون بالحوار تستطيعون بالحوار تستطيعون بالحوار انتم تسمعون اليمن الجديد بالحوار نسمع المستقبل ايها المتحاورون ايها الحاضرون احيانا تكون لغة السرس هو الاخر يوم حمل ويحمل كثير من الدلالات اذ لعله يوم لا يمكن ان يمحى من ذاكرة اليمنين فمثل ما حمل هذا التاريخ المعاني الحقيقية لحجم التضحيات فانه يمثل اليوم ايذانا للبدء بالخطوات الاولى على طريق بناء اليمن الجديد حيث هانت في سبيله ارواح خيرة شباب الوطن الوقود الحقيقي للتغيير من دفعوا بالعجلة الى الامام ومن حركوا المياه الراكدة ايها الحفل الكريم ايها الحضور جميعا اننا نسألكم ونريد ان تجيبوا علينا افعالا لا اقوالا الم يحن الوقت بعد لصياغة عقد اجتماعي جديد يستوعب تطلعات وطموحات ابناء هذا الوطن ليتكم وانتم حاضرون هنا تقرؤون وجوه المتابعين والمشاهدين لكم من ابناء البلد في الداخل والخارج وهي محملة بنظرات الترقب لانجازاتكم وروح التفاؤل بوجودكم كلماتهم العابرة للحدود تقول لكم لقد انتصرت الحكمة اليمانية في اروع تجلياتها عندما ارتضيتم الاحتكام الى رغبة الناس في التغيير السلمي الحضاري عبر الحوار وستنتصرون غدا عندما تخرجون بمشروع اليمن الجديد ترجمة نانسي قنقر 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 شكرا للمشاهدة أيها الحفل الكريم أيها الحاضرون جميعا حتى يأتي الدكتور عبداللطيف الزياني نحن الآن سنستمع إلى كلمة مجلس التعاون الخليجي يلقيها ممثل الأمين العام لمجلس التعاون المهندس سعد العريقي فليتفضل بسم الله الرحمن الرحيم أخامة الرئيس الحضور الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نظرا لظروف فنية طارئة خارجة عن إرادتنا حتمت على معالي الأمين العام التعخر في هذا اليوم المبارك لساعة أو ساعتين ولكن هو في الطريق والآن مقبل على حفلكم المبارك إن شاء الله وقد كلفني معاليه بأن أقدم الكلمة نيابة عنه صاحب الفخامة الرئيس عبدالرب منصور هادي رئيس الجمهورية اليمنية معالي رئيس الحكومة اليمنية الأستاذ محمد سالم باسندوة أصحاب المعالي والسعادة أيها السيدات والسادة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أود في البداية أن أعبر عن سعادتي البالغة بالمشاركة في هذه المناسبة التاريخية في افتتاح مؤتمر الحوار الوطني اليمني الشامل المبارك الذي آمل أن يكون نقطة تحول مهمة في تطور اليمن السعيد وازدهاره وأمنه كما يسرني أن أنقل لكم تحيات وتقدير أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون وأصحاب السمو والمعالي وزراء الخارجية وشعوب دول المجلس الذين أسعدهم وصولكم إلى هذه المرحلة على طريق التسوية السلمية فروابطنا العميقة وشراكاتنا الطويلة ومصالحنا المشتركة مع اليمن تجعلنا دوما حريصين عليه فاليمن أمن لنا وتطوره وتنميته محل اهتمامنا واستقراره ورفعته هدفنا فكلنا مجلس التعاون والدول الراعية للمبادرة والأمم المتحدة معكم أيها الأخوة اليمنيين أيها الأخوة اليمنيون في مسيرة هدفها نبيل وواضح انطلقت يوم أنجزة التسوية السياسية بتوقيع المبادرة الخليجية وآلية التنفيذية بالرياض في 23 نوفمبر 2011 برعاية كريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز يحفظه الله وفي هذا المقام أود أن أتقدم بالشكر والتقدير لكل الذين وقعوا عليها إدراكا منهم لمسؤوليتهم الوطنية تجاه اليمن وأمنه واستقراره منذ انطلقت هذه المسيرة التي يقودها الرئيس اليمني المنتخب وحكومة الوفاق الوطني وهي تعبر بنجاح مشهود محطات هامة وها نحن اليوم في محطة الحوار الوطني الشامل ونحن سعيدون بالوصول إليها ومتفائلون بالاستمرار والعبور إلى ما ليليها من محطات في طريق التسوية الذي رسمته المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية حيث نتطلع بعد هذا الحوار إلى دستور عصري يتناسب مع طموحات الشعب اليمني وتوحياته وانتخابات برلمانية ورئاسية قادمة حين يصل القطار التسوية بقيادة حكيمة من فخامة الرئيس عبد الرب منصور هذه إلى محطته النهائية في فبراير 2014 ستتواصل بإذن الله بتركيز أكبر مسيرة التنمية ورحلة بناء اليمن وإعماره لقد حان الوقت أيها الأخوة والأخوات أن يلمس المواطن في كل أنحاء اليمن مردود صبره وعمله ويرى يومه أفضل من أمسه ويجني ثمار كل جهد بذل من أجله أصحاب الفخامة والمعالي والسعادة إن مشاركة القوى والفعاليات السياسية والمجتمعية اليمنية في مؤتمر الحوار الوطني ودعمه يدل على وعي الشعب اليمني وإدراكه لأهمية هذا المؤتمر الذي سيبحث قضاياً أساسية ترسم مستقبل اليمن السياسي وكلنا ثقة في أن الحكمة اليمانية ستقود اليمنيين في حوارهم وسيقلبون صفحة الماضي ويغتنمون الفرصة لإحداث مصالحة وطنية تكون أساساً لحل قضاياهم وسيشكلون عبر اتفاقهم وطناً سعيداً يزدهر باستقراره وازدهاره ووحدته ويفوتون الفرصة على كل من كان يراهن على اختلافهم ويسعى إلى عرقلة استئناف مسيرة التنمية والبناء وإعادة الإعمار وجر اليمن إلى الفوضى ويسرني بهذه المناسبة أن أشكر معالي الدكتور عبد الكريم الإرياني رئيس اللجنة الفنية للتحضير للمؤتمر الحوار الوطني وكافة أعضاء اللجنة على جهودهم المميزة في الإعداد للمؤتمر وأنا على يقين أن اليمنيين سيبهرون العالم بنموذج يمني للمصالحة الوطنية وقدرة على الحوار والتوافر أود أن أتقدم أيضاً باسم دول مجلس التعاون بخالص التقدير للشعب اليمني العظيم الذي اختار بعزم وإرادة المسار السلمي ورسمه ونفذه وأخص بالشكر على من ساهم في دعم هذه المسيرة السلمية الفريدة وسعى وضحها من أجل نجاحها في وجه دعاة الفوضى والاقتتال وعلى رأس هؤلاء يأتي الشباب اليمني الطموح والمرأة الواعية الذين اختاروا أن يكون مع التغيير السلمي بل وفي طليعة قيادته وأبوا إلا أن يساهموا بإيجابية ويشاركوا بفاعلية في بناء مستقبل أفضل لليمن وأبنائه كما لا يفوتني أن أشكر قادة اليمن وساسته من أحزاب ومستقلين وشيوخ وعلماء ومفكرين على دورهم الهام في هذه المسيرة المباركة إنني إذ أشكر الدول الداعمة للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية والأمم المتحدة ومبعوث أمينها العام الخاص باليمن السيد جمال بن عمر على دورهم الحيوي في الوصول إلى هذه المرحلة وأود أن أشدد على أن اليمن ما يزال في حاجة لاستمرارنا جميعا في الالتزام بدعم المبادرة الخليجية ومساندة اليمن واليمنيين فتعاوننا في حل الأزمة اليمنية شكل نموذجا فريدا لما يمكن تحقيقه حين تتوافر الإرادة والعزم والدعم والتنسيق الإقليمي والدولي لذا فهناك ضرورة قصوى لاستمرار وقوفنا مع اليمن وتعزيز مشاركتنا البناءة في كافة الأطراف اليمنية في هذه المرحلة الصعبة وذلك بدعم القوى والفعاليات اليمنية المشاركة في مؤتمر الحوار الوطني ومساعدتها في البصول إلى توافق حول قضايا المؤتمر الرئيسية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها الحاضرون أيها المتحاورون إذا كنا قد أفضنا باستعراض عظمة وأهمية هذا اليوم وما سيليه من أيام الحوار فإنه لا ينبغي التقليل من حجم وطبيعة التحديات الماثلة أمام مؤتمركم خاصة تلكم القضايا العادلة بامتياز والتي تمثل ركن الزاوية في معترك الحوار وبوابة الأمل في إشراقة الدولة اليمنية الحديثة نرحب في هذه اللحظات بالدكتور عبداللطيف الزياني الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربي ومن أجل هذا وذلك يبقى لقاؤكم واتفاقاتكم الأهم انتظارا والأكثر أثرا في إعادة اكتشاف عبقرية الإنسان اليمني في ابتداع الحلول وتحويل الرؤى والأفكار والمعالجات إلى واقع ملموس يشهده اليمنيون كإشراقة الصباح في ربيع اليمن الأشقاء والأصدقاء أيها السباقون إلى أمننا واستقرارنا مرحبا بكم جميعا معنا على متن سفينة الحوار الوطني ملتقاكم ومحط أنظار الداخل والخارج اتدشنوا معا بداية الصفح والقبول بالآخر ونهاية التمترس وراء شرعية الرفض المطلق لكل ما يأتي من الآخر وذلك عبر رحلة حوار تبدأ اليوم وفي نهايتها بعد الشهور الستة يبدأ بإذن الله الغد المنتظر لكل أبناء الشعب اليمني كلمة مجلس التعاون الخليجي يلقيها السيد عبداللطيف الزياني الأمير العام إذن المعذرة 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 أبلغونا بغير ذلك المعذرة في أحيان كثيرة أيها الأخوة في أحيان كثيرة يتجمد الحبر في شرايين القلم وتنحني الحروف خجلا ولا ندري ما هي المفردات التي من الممكن أن نقدم بها شخصا أمرنا ما بالله أسده على حاجة ما أقدر بادام دعاني إذن لازم ألبي بسم الله الرحمن الرحيم أيها الأخوة الأعزاء فخامة الرئيس عبر ربه هادي أصحاب المعالي أصحاب السعادة الأخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حقيقة كنت حريص جدا أن أكون معاكم في هذا اليوم المبارك لكن قدر الله وما شاء فعل حقيقة كانت عندنا بعض كنت على مشارف اليمن حقيقة وصارت في بعض الأمور الفنية في الطائرة في الطرين إلى العودة إلى الرياض وتصريحه وحرصا منه أن نحن نكون معاكم في هذا اليوم كنت معاكم ويقول المثل اليمني المليح يبطي أتمنى لهذا المؤتمر ما أضيفي للكلمة التي تفضل أخي الأستاذ سعد بإرقاها بالنائب عني وهو مشكور ما أحب أن أطول عليكم آدري اليوم الكلمات كانت كثيرة لكن ألف شكر لهذا الترحيب وأنا ما أعد نفسي إلا واحد منكم وإن شاء الله وإن شاء الله حقيقة مثل ما بيّن في الكلمة نقلنا تحيات وحرص أصحاب الجلالة والسمو قادة الدول المجلس وأصحاب السمو المعالي وزراء الخارجية على الوقوف بقرب أشقاءهم وإخوانهم أهلهم بالفعل الشعب اليمني هذه فرصة لتحقيق الكثير وصوني لتوصيل هذه التحيات والتهنئة للوصول إلى هذه المرحلة أيضا كلفوني بأن ننقل إعجاب القادة وشعوب دول المجلس لما تم تحقيقه في اليمن فهنيئا لنا بقيادة فخامة الرئيس عبد الرب هادي حقيقة الجميع يشد على أيادي أوصل اليمن إلى بداية بر الأمان نحن في شعوب دول المجلس نؤمن إيمان تام بأن أخواننا في اليمن متن ما تلاقوا في غرفة وتحت سقف واحد رايحين يتفقون وهذا عشمنا فيكم وهذا أملنا فيكم فكل يمني صغير وكل يمنية صغيرة محتاجة إلى أن نشوف اللي جدامهم كبار القوم متفقين وإن شاء الله بتتفقون وإخوانكم في دول المجلس معاكم إن شاء الله شكرا شكرا لهذه المشاعر الودية الطيبة أنقلكم الآن أيها الحفل الكريم أيها الحضور إلى كلمة الأخ عبدرب منصور هادي رئيس الجمهورية رئيس مؤتمر الحوار الوطني الشامل بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين القائل في محكم كتابه يا أيها الذين آمنوا أدخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان أنه كان لكم عدوا مبين والقائل واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرغوا واذكروا نعمة الله عليكم أذ كنتم أعداء فعلف بين قلوبكم فاصبحتم بنعمته أخوانا صدق الله العظيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين سيدنا محمد الغائل الإيمان يماني والحكمة يمانية وعلى آله وصحبه إجمعين والرحمة القامرة للشهداء اليمن الذين قدموا عنفسهم الذين قدموا أنفسهم فداء لشعبهم ووطنهم عبر مراحل مسيرة مسيرة طويلة ظلوا يبحثون خلالها عن دولة الحرية والكرامة والعدالة والمساواة والوحدة والأمن والاستغرار والرخاء والتنمية والانتصار للمشروع الكبير المتمثل باليمن الواحد الذي يحكمه كل أبناءه الذي يحكمه كل أبناءه بعيداً عن هيمنة الأسرة أو القبيلة أو المنطقة الأخ السيد جمال ابن عمر مستشار ومساعد العام للأموم المتحدة الأخ الدكتور عبداللطيف الزياني عام مجلس التعاون للدول الخليجي العربية أصحاب السعادة السفراء الإشقاء والأصدغاء الأخوة الحاضرون أعضاء مؤتمر الحوار الوطن الشامل الحاضرون جميعاً السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أرحب بكم جميعاً في هذا اليوم الاستثنائي هذا اليوم الكبير والخالد الذي يلتحم فيه اليمانيون جميعاً في قاعة واحدة ليبدأوا فيه كتابة صفحة بيضاء جديدة في تاريخهم المعاصر ويطبون في الصفحات كالحة السواد كادت أن تجعلهم أشتاة متفرقين لو لا رحمة الله التي تداركتهم بعنايتها وفضلها وحيت فيهم روح الحكمة والإيمان وأحاطتهم برعاية الشقيق الغريب والصديق البعيد وتشاء الأقدار أن ينعقد هذا المؤتمر الكبير في الثامن عشر من مارس الذي كان قبل عامين يوماً فارقاً في ملحمة التغيير اليمانية باستشهاد 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 ذلك العدد الكبير من شباب اليمن الطاهر ذلك الحدث ذلك الحدث الذي زلزل ضمير اليمنيين جميعاً والعالم كله فكانت البذرها الأولى للحل السياسي الذي تعارفنا عليه لاحقاً بالمبادرها الخليقية ناتجاً لذلك اليوم الدامي وأول خطوة جادة وحاسمة في دوران عجلة التغيير إلى الإمام التي وصلت بنا إلى يومنا هذا الذي إلى يومنا هذا الذي سيكون هوى الآخر لحظة مفصلية خالدة لن يكون اليمن بعدها كما كان قبلها بكل تأكيد فأما أن يمضي فأما أن يمضي اليمانيون نحو فجراً جديداً ومستقبل المشرق أو العودة لا سمح الله إلى نفقاً مظلم لا تقوم لهم بعده قائمة ولا يجدون منه مخرجاً ولا مفراً أننا اليوم أمام لحظة فارغة تتطلم منا جميعاً إرادة قوية في التغيير طريق تفكيرنا العميقة العقيمة والعاليات أداءنا السقيمة التي ما جلبت لليمن للشر والفساد والاستبداد والبؤس وتسيد المشاريع الصغيرة الذي يجب علينا أن ندرك أن التغيير أساليب الإدارة وعادات السلطة التي سرنا عليها طوال العقود الماضية وأثبتت فشلها بشكل قطعي وهو قراراً صعب لا مفر منه حتى لا ننصدم بسنة الحياة في التغيير والتطور وإلا فاتنا الزمن ووجدنا أنفسنا في ذيل القافلة كما هو حالنا الآن ومن ظن أن الحياة لا تمضي إلا بتلك الأساليب المتخلفة والعادات البائسة فيليعلم أنه أسير للماضي وأسير للإنانية وعبادة الذات التي تجعل من مصلحة فرداً كان عم جماعة وفوق مصلحة الشعب والوطن أما إذا استحضرنا تجارب الشعوب المعاصرها التي نهضت من كبوتها وحققت نقلات هائلة في حياة فترات زمانية محدودة فأننا سنعلم يقيناً أننا في اليمن قادرون على السير في نفس الطريق إذا تجاوزنا كل عوامل التخلف وستجدون أيها الأخوة القادة المجتمعون في هذه القاعة أن شعبنا قادر على العمل المعجزات التقلبتم على النوازع الصغيرة والمصالح الضيقة وغررتم تخليد أسماءكم ليس فقط في ذاكرة أجيالنا القادمة بل في ذاكرة العالم كلها أيضاً باقتناعكم الكامل بأن هذا المؤتمر الوطني الكبير ليس إمامه سوى خياراً واحد هو خيار النجاح والنجاح فقط وبذلك ستتجاوزون تعقيدات الماضي وعاداتها الأسيرة وأساليبها الجامدة وستضعون اللبنات الأساسية لبناء يمناً جديد موحد وآمن ومستغر وهذا يتطلب منكم منذ هذه اللحظة التي انطلقت فيها أعمال هذه المؤتمر الاتفاق على نقطة البداية الصحيحة بكل تجرد وصدق وإخلاص والتي ستظل بناء بشكل تلقائي ومنطقي وواقعي إلى النقطة التالية فالتي تليها وهكذا حتى تتكلل أعمالنا بالنجاح الكبير فلا نخيب ظن شعبنا بنا ولا آمال العالم فينا الأخوة والأخوات أعضاء المؤتمر الحوار الوطن الشامل تدركون أن فرقا كثيرون كانوا إلى عام واحد فقط مضى يقفون خلف متاريسهم ويترصدون لبعضهم البعض هم اليوم يجتمعون في هذه القاعة تحت سقفا واحد هو مصلحة اليمن والشعب اليمني وهي نعمة وهي نعمة من الله بها علينا من خلال المبادرها الخليجية وعالية التنفيذية التي رسمت لنا خارض الطريق واضحة للخروج ببلادنا من أزمتها المستفحلة إلى رحاب التوافق والتصالح والتسامح والمحبة وتقليب المصلحة العامة على المصالح الإنانية والخاصة لذلك فأنني باسم الشعب اليمني أطلب منكم في هذه اللحظة التاريخية الفاصلة أن تقادروا الماضي بكل تفاصيل وأن تخرجوا وأن تخرجوا من خنادق العصبيات الصغيرة وأن تتخلصوا من موروثات الصراع وترموا أثقالها وراء ظهوركم فلا تستحضروا من كل ذلك إلا العبر والعظات والدروس التي يمكن تساعدكم على الانتقال إلى آفاق المستقبل الأفضل الذي ينشده منكم الشعب اليمني أن عليكم فتح صفحة بيضة جديدة بقلوب صادقة وعقول متوقدة ونفوس مخلصة وأن تتركوا مكايد السياسة ووسائلها السلبية خارج قاعات الحوار وتتمسك بقيم وأخلاقيات ونبل شباب اليمن الأطهار الذين أنطلقوا في مختلف الساحات والميادين للبلاد لا يعبروا عن رغبتهم الصادقة النقية في بناء دولة مدنية حديثة أيضا طموحنا وهدفنا أيضا طموحنا وهدفنا الذي فشنا في إنجازه طوال العقود الماضية دولة مدنية حديثة تقوم على أسس الحكم الرشيد ومبادئ الشورى وآليات الديمغراطية المعاصرة والعدالة الاجتماعية وسيادة الغانون دولة مدنية حديثة تحكمها الأنظمة والقوانين المستمدة من شريعتنا الإسلامية الغراء التي تتصف بالمرونة والعدالة وترفض القلو وتضرف وتواكب احتياجات العصر وتلتزم وتلتزم حقوق الإنسان وتكفل الإجتهاد وتحترم العقل وتشجع التفكير وترتكز على مكارم الأخلاق وتكرس قيم العدل والحرية والمساواة والكرامة الإنسانية الأخوة والأخوات أعضاء المؤتمر الحوار الوطني الشامل لقد تم اختياركم بعناية كبيرة من كل أطياف وتيارات ومكونات المجتمع اليمني لا لتكونوا فرقا متخاسمين بل لتكونوا فريقا واحدا يعمل بكل صدق وإخلاص لإخراج اليمن من عزماتها السياسية والأمنية والاقتصادية ولتجعلوا التنوع الخلاق في آراءكم سبيلا لتقلبون الرأي الأكثر صحة والأقرب تعبيرا عن مصلحة الوطن لتتمكنوا من وضعه على عتبة القرن الواحد والعشرين وتجنبوه الإنجرار إلى أي نوعا من أنواع الصراعات الداخلية التي لن تؤدي إلا إلى هدم هيكل الدولة الذي حافظنا عليه ويجب أن نستمر في ذلك رغم هشاشته طوال الفترة العصيبة الماضية ليكون منطلقنا في بناء جوهر وأسس وقيم النظام الجديد ويجب أن نستحضر دوما أن اليمنيين نجاحوا رغم التنوع السياسي القايم في تشكيل حكومة متوازنة تعمل على إنجاز مهامها بقدر كبير من الانسجام والتوافق مما جعل المحيط الأقليمي والمجتمع الدولي يتأملان هذه التجربة الفريدة بل كثير من الجدية والعمق ويعتبر أنها نموذج في التغيير ويمكن الاقتدابة كأسلوب سلمي حضاري يجعل من عملية التغيير وسيلة للتغارب والرعاة وتوحدها عبر استيعاب مختلف الأطراف المتنازعة وتمكينها من الشراكة في بناء دولة المدنية الحديثة لذلك فإن علينا أن نعتز ونفتخر بتجربتنا التي ستترسخ من خلال حرصنا جميعا على إنجاح أعمال مؤتمرنا هذا الأمر الذي يجعلنا ندرك أن كل غضايا المطروحة للنقاش في المؤتمر تطلب من جميع الأطراف تقديم تنازلات قد تبدو مؤلمة بمعايير اليوم لكن الأجيال القادمة ستعتبرها معايير القد إنجازا تاريخيا إنجازا تاريخيا في السجل السياسي لهذه الأطراف وستحكم تلك الأجيال كل من في هذه القاعة أما أن بقدر ما يستحقون من الإنجاز فيصبحون في سجل الخالدين أو ما قد يتسببون فيه لا سمح الله من الأخفاق فيخيب أمل الشعب فيهم لذلك فإن عليكم الأستفادة من المساندة القير مسبوقة التي تحظى بها بلادنا سياسياً واقتصادياً من المحيط الأقليمي والمجتمع الدولي عبر هذه الأجماع النادر لإنجاح أعمال هذا المؤتمر الوطني الكبير أن الاستفادة من غيره هذه القير مسبوقة التي تحظى بها بلادنا سياسياً واقتصادياً من المحيط الأقليمي والمجتمع الدولي عبر هذه الأجماع النادر لإنجاح أعمال هذا المؤتمر الوطني الكبير في الإرادتان الأقليمية والدولية قد توفرت لإنجاحه وتبقى الإرادة الوطنية بأيديكم أنتم لكي تعبروا عنها من خلال حرصكم على تقليب المصلحة الوطنية العليا على المصالح الضيغة بمختلف أشكالها وتنتصرون للمشروع الوطني الكبير على حساب المشاريع الانتهازية الصغيرة فتصلون بسفينة الوطن إلى بر الأمان بسلاماً وحكمة وبصيرة الأخوة والأخوات جميعاً ما يزيد عن ثلثي أعضاء المؤتمر هم من حملت الشهادات العليا باكالاريوس ميجستير دكتورة وهذا يبعث على الاعتزاز والطمانينة في ذلك الوقت لأن هذا المؤتمر الوطني الكبير أحوج ما يكون لأصحاب التخصصات المختلفة فأنتم لن تناقشون قضايا سياسية فقط بل ستناقشون الكثير من القضايا الجوهرية والملحة التي تشكل حاجة ضرورية لدى أبناء شعبنا إلا أن قضيتكم المحورية والجوهرية التي ستكون المفتاح الأساسي لمعالجة سائر القضايا هي الغضية الجنوبية التي يجب ألا أن قضيتكم المحورية والجوهرية التي ستكون المفتاح الأساسي لمعالجة سائر القضايا هي الغضية الجنوبية التي يجب أن تقفوا أمامها بمسؤولية وإحساس وطني عميق بعيدا عن العواطف والحلول المطبوخة والجاهزة والتصورات غير المدروسة والضقوط السياسية وكل أنواع الابتزاز وردود الفعل كما أن أي تفكير لفرض أي تصور لمعالجة هذه القضية الوطنية بالقوة المسلحة لن يقود إلا إلى فشل دريع وأخطاء كارثية وأخطاء كارثية ودمارا كبير فهو هذا الدرس الذي تعلمناه من الحروب السابقة التي لا زالت ماثلة إمامنا لا نريد تكرارها في أي اتجاه فنحن في النهاية شعب واحد يجمعنا من القواسم المشتركة أكثر مما يفرغنا ناهيكم عن غضايانا واحتياجاتنا ومعاناتنا هي ذاتها في الشمال الوطن أو جنوبه في شرقه أو غربه فنحن في الشعب لم نلج بعد إلى حياة الرفاه والرخاء والديمقراطية والحرية والعدل والاستغرار والتنمية الحقة ولا يزال ثالث الشر الجهل والفغر والمرض يفتك بنا ويفترس مواطنين بعد خمسين عاما من الثورة اليمنية السبتمبر وأكتوبر التي جاءت لتقضي عليه دون جدوى الأخوة والأخوات أعضاء مؤتمر الحوار الوطن الشامل أن التوافق على رؤية عقلانية واقعية ووطنية حول القضية الجنوبية تحديدا سيقودنا حتما لسياقة عقد اجتماعي جديد من خلال دستور يكفل معالجة الاختلالات التي أدت إلى كل المحن التي عشناها والحروب التي خضناها والبؤس الذي فرض علينا وسيادة مفاهيم القوة ومعاني الفوضى وقيام التخلف وأمراض العصبيات الأسرية والقروية والقبالية والمذهبية والمناطقية التي عانينا منها نريد منكم دستورا يخرجنا من كل ذلك ويكفل عبناءنا وأحفادنا أسس حياة كريمة سوية ترتقي بنا إلى مستويات المعيشة الأنسانية الراقية التي أرادها الله سبحانه وتعالى لعباده وأن ثقتي بالله ثم بكم كبيرة وتفائلي بجديتكم ومستاغيتكم لا حدود له رغم كل المصاعب التي لا زلنا نعاني منها ورغم كل العراقية التي لا زالت تواجهنا وذلك إن إرادة البشر إذا مضت في الطريق السوي طريق بناها الإنسان وإعمار الوطن فأنها نفحة من إرادة الله الذي لا يرضيه شيئا مثل ما يرضيه أن يرى العدل والسعادة والرخاء والمساواة والحرية تسود بين عباده وأنني على يقين أنكم ستبذلون كل جهودكم لأخراج اليمن من محنته ومعاناته وستنقذون الكثير في هذا المؤتمر الذي يرقبه كل مواطن يمني باهتمام ويتطلع عليه بآمال لا يأس فيه ويثق بكم كنقبة راشدة واعية تشكل طليعها التي ستنضيبه إلى مستقبل أفضل وحياة جديدة واستقرارا من شود فلا تخيبوا فلا تخيبوا حسن ظن شعبكم بكم ولا حسن ظن العالم كله بحكمتكم وفي ختام كلمتي هذه لا بد أن أتوجه بالشكر والعرفان لأشقاءنا في دول مجلس التعاون الخليجي وفي المدقة دمه المملكة العربية السعودي وعلى رأسها خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود ولأصدقاءنا في المجتمع الدولي وفيما قدمتهم الدولة الخمس أعظام مجلس الأمن الدولي على رعايتهم الكبيرة ومتابعتهم الحثيثة ووقفتهم الجادة إلى جانب بلادنا في محنتها التي مرت بها أن شراكة أشقاءنا وأصدقاءنا معنا في اليمن نموذج يحتذابه وهي أشراكة أوصى هذه اللحظة التاريخية نعمل أن تستمر حتى يقف اليمن مجددا على غدميه وفقكم الله لما فيه خير الشعب اليمني وخير الوطن وندعو تعالى أن يشدد خطائنا جميعا وأن يكتب لمؤتمرنا هذا النجاح والسداد والتوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته إذن الحاضرون جميعا بكلمة رئيس الجمهورية رئيس مؤتمر الأخوة الحاضرون جميعا سننتقل الآن إلى مأدوبة الغداء في الجانب الثاني ترجمة نانسي قنقر